موسيقى 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 مساء الخير في ثلاثية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا أن تل أبيب تنفذ الغارة أمريكا تكشف الخبر بعد أيام ودمشق لا علم لها ولا خبر وغارة اليوم الثالثة هذا العام أعلنتها محطة سي أن أن التي أوضحت أن التفجيرات التي وقعت قرب ميناء الأذيقية في الخامس من تموز كانت غارة استهدفت تدمير صواريخ روسية مضادة للسفن إذا صحت الرواية فأن سوريا تكون أمام وعد قطعته على نفسها بالرد في مرات قالت إنها قادمة غير أن الصمت منذ تسعة أيام لم يعطي مؤشرات إلى طبيعة الرد ولا إلى حصول الغارة من أساسها نيران الطيران السوري اشتغل في المقابل بكثافة على محاور داخلية فقصف معبر باب الهواء التركي ونشط فوق أحياء حمصة ودمشق وريفها في الوقت الذي ذهبت فيها المعارضة نحو سيطرة الخلافات على الساحة الجهادية بين الحر والنصرة والذين أقدموا اليوم على قطع رأس تمثال لسيدة العذراء في جسر الشغور والنصرة القاطع سيفها دينيا ظهر عليها جبريل وطلب من قائد جبهتها في إدلب محمد السنساوي مرافقته لملاقات ربه وقد يكون جبريل أو عزرائيل على أبعد تقدير هو الحل حيث عجزت الأمم ودخلت الأزمة السورية عامها الثالث في لبنان لا ملاك الوحي ولا ملاك الموت ظهر على الحكومة التي باتت أقرب إلى المشهد السوريلي واليوم أعلن حزب الله عبر النائب حسن فضل الله أنه إذا أرادوا التريث فليتريثوا متوجها إلى المستقبل بالقول إن فرض الشروط لن يوصل إلى مكان وأنهم ليسوا في الموقع الذي يستطيعون فيه أن يملو على اللبنانيين من يشارك في الحكومة ومن لا يشارك الرئيس المكلف تمام سلام الذي اعتاد الزيارات الأسبوعية لبعبده ربما تصبح زيارته للقاهرة مستحبة لالتقاط العدوى من رئيس حكومتها الذي سيعلن تشكيلته في سرعة قياسية لم تتجاوز الأسبوع لبلد شارف عدد سكانه على مئة مليون وتأليف الحكومة إذا كان أمره تعجيزيا لتداخل العوامل السعودية والسورية والإيرانية في الملف اللبناني فلماذا قد تبدو أكثر تعجيزا مسألة توقيف رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الذي أرداه القضاء بحكم يصل إلى الإعدام فالحجيري متحصن في عرساله والدولة لا تدخل البلدة ولن تتمكن من تبليغه لصقا على العجينة هل يشارك المنتخب اللبناني لكرة السلة في بطولة آسيا أم لا تقرير رمز القاضي رمية حاسمة في اللحظة الأخيرة سجلها القضاء اللبناني أعادت المنتخب الوطني لكرة السلة إلى بطولة آسيا بعدما أوشكت الخلافات السياسية الضيقة أن تخرجه منها وفي التفاصيل أن الاتحاد الدولي لللعبة كان قد أصدر قراراً قضى بحرمان المنتخب اللبناني المشاركة في البطولة الآسيوية بسبب دعوة نادي عمشيت بحق الاتحاد اللبناني لدى القضاء وإسراره على المضي فيها ما يعني حكماً تعليقاً مشاركة لبنان في البطولة وفقاً لقانون الاتحاد الدولي ولكن جاء قرار المحكمة الاستئنافية في جبل لبنان إبطال الدعوة ليعيد الأمور إلى نصابها كما يشرح النائب إبراهيم كنعان الذي أوكلت إليه مهمة الدفاع عن الاتحاد قرار جيد سليم وهذا يهدى للمنتخب اللبناني وللبنان ككل لأنه حتى لازم نادي عمشيت يكون فرح اليوم منتخبنا صار يمكن يقدر يرجع يلعب ويكفي المباراة مش يرجع من بطولة آسيا وإن شاء الله بيربح وكلنا سوا بنحتفل برفع العلم اللبناني عاليا بالمحافلة الدولية هل يكون هذا القرار انكسارا لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الداعم الأساسي لنادي عمشيت في ظل إصرار النادي على عدم سحب الدعوة حتى مع علمه أن هذا سيحرم المنتخب المشاركة الأسيوية يجيب كنعان لازم تكون ربح لأله لأنه نحن نعتبر أنه رئيس الجمهورية بيمثل كل اللبنانيين وبعتقد حضور المنتخب اللبناني بالمحافلة الدولية هو أول شي يعني لازم يكون هم رئاسي لأنه بالنهاية الاتحاد برئيسه وعضائه بدأ مرتاحا جدا إلى القرار بعد 24 ساعة مصيرية قدرنا نستلحق الموضوع على الأد لأنه أنا من كم ساعة كنت عم بأكد حجز المنتخب تيرجع على لبنان فإذا ما فيك تتصور نحن كاتحاد بأي حالة سيئة كنا عايشين فيها مش لازم يكون في أي تدخل من السياسيين بشؤون كرة السلة أو بشؤون أي رياضة في لبنان ولكن أيضا كمان كنا نحن رح نكون قدام سابقة أنه تدخل القضاء في عمل الاتحادات وعمل أندي وهذا شي مرفوض يعني بالشرعة الأولمبية الدولية الحمد لله مصارت هذه السابقة خلينا يمكن حصلنا الرياضة من تدخل القضاء خلينا بمرحلة تانية نبلش نشغل كلنا سواء على تحسين الرياضة من تدخل السياسيين بالرياضة اللبنانية المنتخب اللبناني موجود في بعثة تدريبية في تاي فاي وتبلغ من رئيس الاتحاد قرار استئناف المشاركة وليس عليه سوى تغيير مصار الرحلة من تاي فاي بيروت إلى تاي فاي منالة حيث البطولة الأسيوية سوريا اعتراف أمريكي بقصف إسرائيلي لللادقية وحمص لا تزال أرض المعارك مرة جديدة تعود تل أبيب لتطل برأسها من البوابة السورية هذه المرة كانت اللاذقية الهدف فقد كشف مسؤولون أمريكيون أن التفجيرات التي وقعت في ميناء اللاذقية السوري يوم الخامس من تموز جاءت نتيجة لغارة جوية إسرائيلية وقال ثلاثة مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لشبكة سي أن أن الإخبارية الأمريكية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت صواريخ يخونت الروسية المضادة للسفن ويبلغ مدى صواريخ يخونت نحو ثلاثمائة كيلومتر وهي قادرة على نقل رؤوس حربية يصل وزنها إلى مائتين وخمسين كيلو جراما وقامت روسيا بتوريدها إلى سوريا عام 2011 ميدانيا تستمر المعارك بين المعارضة السورية المسلحة والقوات الحكومية في مناطق عدة من البلاد أبرزها حمص كما تعرضت أحياء ومناطق في العاصمة دمشق وريفها للغارات العنيفة وفقا لناشطين وقال معارضون أن طائرات سورية شنت غارتين جويتين على مدينة زملكة بريف العاصمة وشنت غارات أخرى على بعض الأحياء الشمالية لدمشق وذكر ناشطون أن قوات المعارضة قصفت بعض الأحياء الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد في حمص مع استمرار المعارك العنيفة في المدينة وفي حمص أصيبت قلعة الحصن الأثرية في المحافظة وسط سوريا والمدرجة على لائحة منظمة اليونسكو لتراث العالمي بأضرار بعد استهدافها بقصف من الطيران الحربي السوري وفق ما أظهرت أشرطة فيديو بثها ناشطون معارضون وعند جسر الشغور قام عدد من عناصر جبهة النصر في سوريا بقطع رأس تمثال للسيدة العذراء في منطقة القنية في الجانب المعارض أفادت شبكة سان الثورة عن مقوع غارة جوية استهدفت معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا قامت بها مقاتلات سورية وفي خبر لافت تنقلته وسائل الإعلام فقد نقل عن أحد المسلحين المنشقين عن كتيبته في جبهة النصر قوله مؤخرا إن المدعو محمد السنساوي وهو قائد جبهة النصر في إدلب روى لهم يوما بأنه بينما كان بين النائم والصاحي أي في أحلام اليقظة جاءه جبريل وطلب منه الذهاب معه لملاقات رب العالمين وأن الله خطبه بعد أن أذن له بالدخول إليه في سدرة المنتهى بينما بقي جبريل في الخارج يا محمد يا بن أحمد أنا وملائكتي ورسلي وعبادي الصالحين نضع أملنا بك لتخليص الناس في الأرض من الظلم على حد زعمه وأضاف المسلح الذي روى الحادثة أن قائده السابق السنساوي كان يتعاطى المخدرات بكثرة وربما هذا سبب هلوساته تحت جنح الظلام قوات الاحتلال تقتحم بيوت الفلسطينيين لاعتقال أبنائهم القاصرين وزجهم في السجون والتهمة إلقاء الحجارة أو المشاركة في تظاهره تقرير للزميل نزار حبش ساعة الليل هي الأكثر رعباً على أطفال فلسطين بكامل عتادهم العسكري يقتحم جنود العدو الصيوني منازل المواطنين لاعتقال أطفالهم لم يكترث جنود العدو لدموع عفاف من بلدة العزرية قضاء القدس المحتلة فقاموا باعتقال فلذة كبيديا محمد الذي لم يتجاوز أربعة عشر عاماً بتهم إلقاء الحجارة وسجاجات الحارقة على المستوطنين هذول الأطفال حرام حرام يأخذوهم لسه مفهموش إشي في الدنيا لما يكونوا في السجون هذول مش فاهمين إشي مش فاهمين لسه إشي يعني لسه اللي بعمره بكونوا يلعبوا بالحارم من القدس المحتلة إلى مخيم الجلزون بمحافظة رام الله زياد قطاش الذي يبلغ ثمانية عشر عاماً اعتقل ثلاث مرات أولها وهو في الرابعة عشر عاماً بتهمة تشكيل خطورة على دولة الاحتلال زياد الذي أنضى عامين في الاعتقال تعرض للتعذيب والضرب المبرح على أماكن حساسة باقي يضربونا على البطن هنا يضع سعبطوننا يكلبشونا لورا يهيو start to fly يضع سعبطنا على محشمنا وعلى خ وصرنا وعروسنا في الدبسات باقي يضعوا صفين في درد السجون يضعوا صف من هنا وصف من هنا ويضعوا يضعوا على الراس واشينا كلبشين على الراس على الراس من هنا أنا عندي ثمن أولاد اعتكلوا السبعة منهم آخر اعتكلوا زيادة وعملوا 14 سنة عطوا في الدورية مشورة موهي الزت زتوا وبعدوا بلوكفوا فيه هذا منشكوا و هذا منشكوا و عندما كل واحد شو يعني الجند بيبكى المحررون من الأطفال المعتقليين يؤكدون تعرضهم للإهمال الطبي الكامل والحرمان من التعليم والطعام وقضاء الحاجة إضافة لتحررهم بأمراض جسدية ونفسية لما كلنا مرض بس يجعل بطنك بوجع جرق توجع أعطيك حبة أكمول يعني الأكمول مهي معروف لو أجعل الراس بيطلعوا و يعني شو بدأ كلك عصبيين بشكل الله بعلم شو بعطوهم الله بعلم شو بشربوهم في السجن يعني هيا تمني يوم تمطل عيلو سنتين طالع و يعني بجوز عشر تيام اللي اشتغالهم فش عشر تيام هيا هيا مرميين في الشوارع ووفقا لإحصائيات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقبع داخل معتقلات العدو لغاية إعداد هذا التقرير 223 طفلا أغلبهم بتهم إلقاء الحجارة على أدفع الأسباب يتم اعتقال الأطفال على سبيل المثال إذا وجد مع طفل سكين بطريق الغلاط يتم اعتقاله بدون أقدر بعين الاعتبار لماذا هذا السكين موجود مع الطفل أو إذا تم إلقاء حجر من قبل طفل وهو يلعب ويشار إلى أن العدو يفرض إجراءات صارمة على زيارات الأهالي حيث يمنع الكثيرون من رؤية أبنائهم طفولة بين نياب المحتل فقد كشفت تحصائيات منظمة اليونيسيف أن عدد الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين اعتقلهم العدو الصهيوني بلغ نحو سبعة ألاف خلال العشر سنوات الأخيرة كل هذا على مرأة ومسمع العالم أجمع دون أن يحرك سكنا لإنقاذ طفولتهم نزر حفش من أمام معتقل عفر الصهيوني قناة الجديد النائب حسن فضل الله يشدد على وجوب تأليف حكومة وطنية تجمع كل الأطراف وفق أحجامهم النيابية ويرى أن طيار المستقبل ليس في موقع من يفرد الشروط بشأن مشاركة حزب الله في الحكومة دعا النائب حسن فضل الله إلى عدم استباق الأمور وانتظار التحقيقات التي تجريها الدولة بخصوص متفجرة بئر العبد للتعرف على الجهة المرتكبة للاعتداء لافتان إلى أن كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بالجهة المنفذة وأن مثل هذه الاعتداءات الآثمة لا يمكن لها أن تغير في خياراتنا وتوجهاتنا في فريق بالبلد وهو تيار المستقبل لا يزال يصر بين الحين والآخر على القول أنه لا يريد لحزب الله أن يشارك في الحكومة ونحن نقول له أنت لست في موقع من يفرض الشروط ولست في الوضعية التي تستطيع فيها أن تملي على اللبنانيين من يشارك ومن لا يشارك حزب الله هو الذي يقرر كيف يشارك وبأي طريقة يشارك في هذه الحكومة نحن عندما نقول نريد حكومة وحدة وطنية يعني أن كل الأفريقاء يفترض أن يكونوا ممثلين حسب أحجامهم النيابية ورأى فضل الله أن التأخير والتعطيل لا يوصلان إلى أي مكان ويبقيان البلد في حال فراغ على مستوى القرار في السلطة التنفيذية فيما البلد يحتاج إلى حكومة تدير الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي قرار اتهامي وطلب عقوبة الأعدام لرئيس بلدية عرسال في قضية قتل ضباط في الجيش ماذا يقول الحجير للجديد وماذا يقول القانون في القضية سارع المتضامنون مع عرسال ورئيس بلديتها إليها بعد الكمين الذي أدى إلى استشهاد النقيب بيار بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان وتعرض عناصر آخرين للأذى ومن هنا طالبوا ببسط سلطة القضاء والقانون عرسال تريد قضاء تريد تحقيق بعد ستة أشهر أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قراره الاتهامي في القضية وطلب عقوبة الإعدام لسبعة وثلاثين متهما بينهم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري المتدخل الضالع في الجرم بحسب صوان كما سطر مذكرة بحث وتحرن في حق ستة عشر شخصا مجهولي باقي الهوية أنا رئيس بلدية منتخب من أربين على خمينياتي نسمى بأرسال ما بيقبل أنا هذا الاتهام بلنا مجرمين ولا مدنين حتى يثبت القانون نحن برحانة كنت عندنا فيه عند الناضي في هذه الصوان وبيعرف هو كل هذا حتى هو المشكل يعني كل الدولة بتعرفي فيه خطأ ما نحن أعلى رسال ظلم بهذا الموضوع قرار هذا الاتهامي له ثلاث مفاعل أولا هناك مذكرة القاء قبض صدرت مع قرار الاتهامي حتما اليوم فيه واجب على القوى الأمنية القاء القبض على رئيس البلدية عرسال السيد الحجيري والمجموعة الأخرى حيث ما وجدوا على الأراضي اللبنانية هلأ فيه خيار تاني للسيد الحجيري وممكن أنه هو يجي يسلم نفسه من طلقاء ذاته للقضاء ويحاكم وإذا الحاكم يا خيي الحاكم سياسي لا نحن منا فيه منه إذا ما عم يحكمه عن عرسال الحاكم سياسي لأنه مقافيه مع السور السوري لا نحن مرضى فيه إذا حكم عدالة كل الناس مع العدالة بس نتمنى نتطلب كل هالناس اللي خيالي عليها أي قضية لأشي اللي يفاتوا ع بيروت دمروا بيروت وين الناس النقطة الثالثة يلي هي تدبير إداري نص علي قانون البلديات بالمادة 112 من قانون البلديات يلي هناك واجب على محافظ البقاع القاضي سليمان أن يكف يد رئيس البلدي وأعضاء إذا كان هناك من أعضاء متهمين بالبلدية واجب كف يدهم فور صدور القرار الاتهامي عرسال اليوم أمام امتحان فهل يمثل المتهمون الثلاثة والخمسون أمام المحكمة بحيث يبرأ المظلوم ويحكم على الظالم أم تنقض هذه البلدة قرارها البقاء في الدولة وتعلن خروجها على القانون رشال كرم قناة الجديد في يوم امتحان ديوان المحاسبة أكرم باسيل ولم يهن تقرير جاد غصن بعد الأخذ ورد بين وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وخصومه الكثر على خلفية تعطل محركات باخرة توليد الطاقة فاطمة قول صدر أخيرا قرار ديوان المحاسبة ليحسم الجدل ويحمل المسؤوليات القرار أكد أن وزارة الطاقة والمياه أدت واجباتها كاملة سندا إلى قرار مجلس الوزراء وأن مؤسسة كهرباء لبنان قد سلمت الفيول أويل بحسب مندرجات العقد ونفذت كل ما عليها لنحية توضيح التضارب الحاصل في مواصفات الفيول قرار ديوان المحاسبة حمل الشركة التركية مسؤولية الأعطال مؤكدا أنها أجرت الفحوصات اللازمة للفيول أويل المسلم ووقعت عقد التشغيل التجاري من دون أي تحفظ على الرغم من علمها بنوعية الفيول المسلم إليها الحدث اليوم هو تقرير ديوان المحاسبة أعلى هيئة رأبية بالبلد يلي إجابي خلاصته متطابق مع اللي قاله معالي وزير الطاقة والمياه منذ اليوم الأول لأزمة الباخرة بحيث أنه وزارة الطاقة والمياه وكهرباء لبنان المولاجي إدارة العقد قاموا بواجباتهم كاملة تحت هالعقد الموافق عليه من مجلس الوزر وتم تحميل المسئولية باللي صار للشركة يلي وفقت بالعقد وبالتطبيق باستعمال نوعية الفيول أويل اللي عم تستعملها كهرباء لبنان العقد الموقع مع الشركة هو عقد أشرفت عليه لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وهو بنص على العقوبات وعلى الغرامات التي تترتب بحيث الإخلال بأي وحدة من موجبات العقد وفي إشارة قرار الديواني لأن الشركة المذكورة قد مرت بالتجربة نفسها في باكستان وخصوصا بعد رسالة من القنصر اللبناني في تركيا هاني شميتلي يحذر فيه الدولة من التعاقد مع الشركة التركية بعد تجربتها الباكستانية يؤكد أبي خليل أن الأخطاء التقنية تقع عينما كان معيداً تذكير بالجهة اللبنانية التي أشرفت على توقيع العقد الوزارة استقدمت هذه الشركة بعد استدراج عروض وليس الوزارة بس كان فيه لجنة وزارية برجع بكرر برئاسة رئيس الحكومة تمثلوا فيها وزارة الميلي ووزارة البيئة وكل الوزارات المعنية وتم استدراج عروض تم اختيار هذه الشركة كأفضل عرض وتم التعاقد معا أبي خليل شدد على أن حقوق الدولة اللبنانية محمية حماية كاملة في العقد الموقع مع الشركة وهو يلزمها دفع الغرامات والتعوضات عن الوقت الفائت من دون إنتاج طاقة كما أنه بدأ بفرض غرامات يومية منذ أكثر من 15 يوماً نتيجة تأخر الباخلة الثانية في وصولها إلى لبنان احتفلت الجامعة الأنطونية بتخريج طلابها وتوزيع الشهادات على 456 طالباً وطالبة من فروع الجامعة الثلاثة في الحدث بعبدة وزحل البقاع ومجد ليشمال وذلك في الحرم الرئيس للجامعة في بعبدة برعاية السفير الفرنسي باتريس باولي وحضور الرئيس العام للرهبنة الأباتي داود رعيدي ورئيس الجامعة الأب جرمانوس جرمانوس ومدري الفروع والعمداء والأساتذة وذوي الطلاب وأحية الحفل جوقة الجامعة بقيادة الأب توفيق معتوق كان في النشرة أزمة كرة السلة اللبنانية إلى انفراج اليوم منتخبنا صار يمكن يقدر يرجع يلعب ويكفي المباراة مش يرجع من بطولة آسيا حسن فضل الله للمستقبل أنت لست في موقع من يفرض الشروط إسرائيل تقصف سوريا مجددا وحنص ميدان حرب الله أكبر من فلسطين أطفال سجناء بتهمة رمي الحجارة دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر